أنا النهاردة لما باجي أنجوز بني آدم ومن أول يوم داخل أقوله أنا بعمل كذا وإنت بتعمل كذا ده أول حاجة باللغة العامية بيقفله ليه لازم دايما نحسس الراجل أنه أقوى في حتة دي هو سابقني بخطوة ليه بقى؟ هو الراجل كده لازم يحس بكده إحنا الراجل الشرقي عندنا طلعنا من وإحنا صغيرين وأجدادنا وجداتنا عارفين أن الراجل أقوى لازم لازم هو رب البيت لازم يبقى ليه دور لازم يبقى هو كلمة العليا ليه أنا ليه كلمات عليا كثير في حاجات تانية ما إحنا دلوقتي نخش على نقطة تانية لتحديد الأولويات أنا في حاجات بديرها بدير شؤونها من الأول للآخر لكن هو لازم يحس أنه هو ليه كلمة النهائية لازم يبقى ليه دور العليا في الموضوع ما ينفعش إحنا إحنا بنتكلم حتى من المنطلق الذيني أنه ما بقاش قاعدة بقوله أنا وأنا وأنت وأنا بسوي وأنت بتعمل وكذا لأ وفي نفس الوقت ما بقولك إيش أنك ما تخديش حقك لازم يبقى عندك شخصيتك والأولوياتك وحبي نفسك عشان تعرف يتحبي بيتك وجوزك وأولادك عملنا حلقات كتير مع بعض وتكلمنا مع بعض وأنتي علمتين فكرة أن فيه خمس لغات للحب وحتى شيرناها على صفحة من القلب القلب النهاردة الصبح شيرنا كلامك يعني فيه خمس لغات للحب بتختلف من شخص لآخر ولكن ماذا لو كانوا الزوجين لغتهم مختلفة إيه الحل؟ بتتعلمي اللغة وإحنا النهاردة كل واحد فينا مش بيتلاقي شخصي بيتعلم أكتر من اللغة وكلنا معنا أو معظمنا أو كثير مننا بيسعى أن يكون معا لغتين مش معنى أن أنا مش فاهمة طريقته أن أنا متعلمهاش وهو كذلك وهو نفس القصة بس الست دايماً بتقول بنبدأ بيها لأنها دايماً بتكون دقوبة أكتر في التعليم ومعايزة تبقى حريصة أكتر على بيتها وولادها ومن الحاجات اللي مهمة قوي قوي عشان ما ننسهياش هي دايماً الست بتقول أو الراجل يقول لازم تغيري من نفسك أو لازم تجددي من نفسك تجديد من نفسك مش يعني نيولوك مش يعني روح أغير لون شعر مش يعني أن أنا أغير في كنبة في البيت ولا حيطة ولا الحاجات دي كلها أغير من فكري اتعلمي اتعلمي حاجة جديدة اقري اقري كتب تغير من فكريها في التعامل معي ولا من فكريها في لا في فكرك في التعامل معي وفكرك اتعلمي حاجة جديدة اتعلمي يعني أقصد أقول لغة جديدة اقري شوفي تنمية البشرية دلوقتي الكتب ما شاء الله والناس حوالينا وكتب دكتور عمر الورداني دي تدرس على مدار ستنين وماشاء الله يعني إحنا نقدر نستفيد من كل العلماء سواء العلم الحديث أو الدين عندنا مثلا دعاية مصطفى حسني طبعا وأكيد أنت عارفة طبعا دلوقتي بيتكلم آه طبعا ربنا يبريك له يا رب يعني ينفعه بعلمه ده فالفكرة إن فيه لو أنا عايز أتعلم هتعلم من ناحية الدين حلاقي ومن ناحية العلم الحديث حلاقي طوري من نفسك طوري من نفسك وفكرك حتى هو ما يحسش أن أنت بقى آخر طموحك إن احنا عنديه منتكلم في الطبيق وفي العيال لأ أنا أقدر أتكلم معاك أقدر أتكلم معاك في شؤون البلد أقدر أتكلم معاك في شؤون في شؤون عامتا ما حصرتش مخي وفكري على الجامعة لأنا كنت فيها قبل ما أتجوزك لأ أنا ست ومطلعة وليا رأيي وبتكلم مع أصحابي في كذا وكذا وكذا وشاركو في ده في جملة الأسف أشاعة أشاعة وليست أشاعة